الموجز الاقتصادي أهلا بكم بداية استمعت لجنة المالكة والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الثلاثاء إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش وذلك في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021 ديدوش وخلال عرضه أكد أن ميزانية تسيير القطاع عرفت ارتفاعا بـ 126 مليون دينار جزائري أي بنسبة 3.88% مقارنة بسنة 2020 التغطية كانت لنهاد بوظيف استفاد قطاع السياحة والصناعة التقليدية بموجب قانون المالية لسنة 2021 من اعتمادات أولية قدرها 1240 مليون دينار جزائري حيث تم تخصيص 1239 مليون دينار جزائري للإدارة المركزية و2005 مليون دينار جزائري لمصالح الخارجية الملاحظ بأن ميزانية تسيير عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2020 بمبلغ 126 مليون دينار جزائري أي بارتفاع قدره 3.88% هذا قد كشف وزير سياحة وصناعة تقليدية عن رفع التجميد عن جملة من المشاريع المرتبطة بالقطاع مخطط جودة السياحة عملية تم رفع التجميد على العملية في أفريل 2023 العملية الرابعة تجديد مناطق توسع سياحي تم رفع التجميد على العملية في أفريل 2023 وهي في طور الإنجاز العملية الخامسة تجديد وترسيم 140 مناطق توسع سياحي تم رفع التجميد على العملية في أفريل 2023 وهي في طور الإنجاز العملية السادسة أشغال الوصول إلى مناطق ومواقع توسع سياحي تم رفع التجميد على المعامليتين وإعادة هيكلتها في أفريل 2023 لتصبح عملية واحدة وهي في طور الإنجاز قال وزير المالية العزيز فايدة ثلثة أن قانون المالية لسنة 2024 جاء بتدابير وآليات ترفع من دينماكية التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويحمل العديد من الامتيازات لصالح المواطن والمتعاملين الاقتصاديين على حد سواء وزير المالية وخلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة المجاهد أشار إلى الأهمية التي تكتسيها قوانين المالية بالنسبة للجزائر مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2024 جاء في ظرف متميز أكد الوزير العزيز فايد أن دعم الدولة تجسد في شكل تدابير جبائية عديدة تم إقرارها على غرار الإعفاء المؤقت إلى غاية نهاية العام الجاري من الرسم على القيمة المضافة لعمليات استيراد وبيع عدد من المنتجات هناك إعفاءات ضريبية فيما يخص بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع ونجد في هذه المواد البقودية للجبسك تسكي كنسان الافيوند بلانش هذا كل هذه المواد المعنيين بهذا السيب هذا لدينا علاقة مباشرة مع تحسين القدرة الشرائية وبخصوص البنوك الوطنية في الخارج فذكر الوزير أنه سيتم مقريبا افتتاح بانك الجزائر الدولي بفرنسا والتابع لبانك الجزائر الخارجي بالإضافة إلى بانكين بكود إفوار on a ouvert deux banques aujourd'hui à Noakchot et au Sénégal la prochaine sera à Paris donc on attend d'un moment à l'autre on peut vous annoncer la nouvelle dans quelques jours c'est la Béana c'est la Béana il y aura une autre aussi à Côte d'Ivoire au Côte d'Ivoire oui oui inşallah au Côte d'Ivoire là où il y a possibilité d'accompagner les entreprises parce que la banque il accompagne les entreprises d'exportation c'est ça la finalité أما عن قيمة صادرات خارج المحروقات لسنة 2023 فقال الوزير العزيز Fayid أن حسابها يحتاج إلى وقت أطول والإعلان عنها سيكون في قادم الأشهر سيكون في قادم الأشهر alors les exportations hors de carbure d'abord il faut se rappeler quand même qu'en 2022 on a atteint 7 milliards d'exportations c'est quelque chose d'historique tu n'es jamais rêvé il y a quelques années de cela bien sûr les exportations dépendent aussi du contexte international oui de temps en temps il y a le contexte l'environnement qui est favorable il y a des années où le contexte de l'environnement est défavorable et puis l'acte d'exportation c'est un acte c'est culturel il faut des conditions c'est un apprentissage permanent on n'a pas malheureusement dans le passé on n'a pas cette culture d'exportateur on a la culture d'importateur alors là c'est nous étions des rentiers maintenant pour changer la même chose pour la réforme pour changer pour passer de la culture d'importateur à la culture d'exportateur il faut un temps ça va augmenter puis ça va diminuer le mouhème il faut pas lâcher mais pour le montant d'exportation en 2023 je pense qu'il est primatural le montant n'est pas encore arrêté définitivement donc il faut attendre dans quelques mois pour connaître le montant exact des exportations وأشار المصدر ذاته أن الطرفين استعرضا فرص التعاون والشراكة المستقبلية في مجال استكشاف وتطوير حقول النفط والغاز وفي مجال الخدمات البترولية والحلول الرقمية والتكنولوجيات الحديثة في صناعة النفط والغاز بالجزائر وكذا تدريب وتكوين العنصر البشري في هذه المجالات وبهذه المناسبة ناقش الجانبان فرص التعاون والاستثمار في مجال خفض الانبعاثات والتقليل من البصمة الكربونية ورفع الفعالية في مجال صناعة النفط والغاز وكذا في مجال التحول الطاقوية ستنظم فعاليات الصالون الدولي للبناء والتهيئة باتيماكس في طبعتها الثالثة تحت شعار ابتكار حلول بناء لمبنى أكثر دواما وأداءا خلال الفترة الممتدة بين 24 إلى غاية 27 جنفير بفندق الشراطون بولاية عنابة الطبعة الثالثة للصالون وحسب المنظمين ستعرف مشاركة 80 عارضا من داخل وخارج الوطن وعرض أحدث المستجدات والابتكارات في مجال البناء بالإضافة إلى عديد الورشات والندوات بهدف تبادل الخبرات مع العارضين الأجانب السليم المستجدات والمساهم في طبعتها للتلتا يستطيع تشعور في فندق الشراطون الأجانب في طبعえて احتجب من 24 إلى 27 جنفير البناء في شركة 11 هذه طبعة آمتا تنتهي القدر من الأجل إلى اليوم كان هذا المنظم من الأجل من الأجل الثالثة حسب المنظمين في اللقاء السليم يقبني بفترة بالمجبات المتدى الاقتصادي العالمي الذي يحقق بسويس رادا فوز 2024 بدعم من كبار الشركاء من القطاع الخاص والمؤسسات الخيرية في مبادرة العطاء لتضخيم العمل من أجل الأرض على التزامات جديدة لجمع مليارات الدولارات لتمويل حلول المناخ والطبيعة وأعلنت المبادرة أيضا عن برنامج جديد يسمى Big Bang Accelerator والذي سيعمل على تضخيم وتسريع الشركات الخيرية المبتكرة بين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم وفق بيان على موقع المنتدى الإلكترونية وتعمل مبادرة العطاء لتضخيم العمل من أجل الأرض على تحفيز استثمارات السوق العالمية لحلول المناخ والطبيعة وسيطلق شغركاء المبادرة تحديا للأعمال الخيرية للشركات في الاجتماع السنوي 2024 لتعبئة مليار دولار من رأس المال التحفيزي للتعامل مع المشاكل المناخية والطبيعة بحلول عام 2030 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر